بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلامة أشفاء المرسلين أعزائي طلاب الصف في السلسل البداية أهلا ومرحب بكم في درس جديد من دروس مادة الاجتماعات نبارك لكل طلابنا الأعزاء على نكاحهم العام الدراسي الحالي وانتقالهم إلى العام الدراسي الجديد مع مزيد من التفوق والنجاح بإذن الله أيضا أهنئ أعزائي الطلاب بحلول شهر رمضان المبارك أعضاء الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات وتقبل الله مننا ومنكم صالح الأعمال اليوم إن شاء الله أعزائي الطلاب هيكون موضوعنا عن مهارة من مهارات مادة الاجتماعيات وهي رسم خريطة وبالأخص رسم خريطة المملكة العربية السعودية اليوم إن شاء الله نتعلم كيف يتم رسم الخريطة خطوة بخطوة أعزائي الطلاب تابعوا معايا الفيديو اللي هي عرض عليكم الآن حتى نتعلم كيف يتم رسم خريطة المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية شكلا تأتي على شكل مستطيل تقريبا نبدأ بالحدود الغربية في خط مستقيم لأسفل تقريباً بهذا الشكل ثم نبدأ في الرسم الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية كل ما يتزمنا في التدريب على رسم الخريطة هو قلم رصاص وبعض الأوراق الفريعة فقط ثم نبدأ في رسم الحد الشرقي لابدنا نتبه من الثانيات والإنحناءات أثناء رسم الخريطة بهذا الشكل كما ترون تقريباً شكل مستطيل جانبين كبار وجانبين آخرين صغار هنتيل الآن في رسم الحدود الإدارية يعني رسم المحافظات داخل المملكة العربية السعودية أيضاً نحن أنفل محافظات الجهة الشمالية للمملكة بهذا الشكل طبعاً المدن والمحافظات في المملكة تختلف من مكان إلى آخر كل منها لها مساحة هناك محافظات أو مدن سعودية مساحتها كبيرة وأخرى مساحتها صغيرة فتتباين من حيث المساحة وأيضاً تتباين من حيث عدد السكان كما سنرى بعد انتهاء رسم الجهات الإدارية والمحافظات داخل المملكة نحن أنفل منطقة الوسطى عز التلاب مطلوب منكم بعد انتهاء الفيديو تقوم بالتدريب على رسم خريطة المملكة أكثر من مرة وهناك مصابقة لأفضل ثلاث خرائط يتم رسمهم أفضل ثلاث خرائط يتم إرسالها لكواجب على الخاص وإن شاء الله الطلاب الفائزين ستعرض أسمائهم وصورهم على فيلوحة شرف على جروب الفصل بإذن الله تعالى مرة أخرى أفضل ثلاث رسمات لخريطة المملكة سيتم وضع أسمائهم وصورهم على جروب الفصل بإذن الله تعالى لكن لابد من التدريب مرة واثنين حتى لو عشر مرات دي مهارة تتطلب منها التدريب أكثر من مرة حتى يتم إتقالها المنطقة الشرقية نجران الرياض نرغلت مساحتها من أكبر المدن سواء في عدد السكان أو في المساحة باعتبارها عاصمة المملكة جزان عسير في المنطقة الجنوبية ثم نتلاج إلى مكة المكرمة الباحة المدينة المنورة تبوك الجوف في المنطقة الشمالية حائل القصيم الحدود الشمالية وكذا نكون قد انتهينا من درس اليوم منتظر إجاباتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته